بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم؟ الصورة اللي انتو شايفينها قدامكم دي واحد حاطة رجلية في حنك التاني ده زحل وانا رسم عليه كده زحل ينحس الكواكب بالاقتران والاتصالات السلبية والعبور اذا وجدها تتمادة هو كده كده زحل سواء كانت بتتمادة او مش بتتمادة هو بيختبر كل حاجة بيختبر التوسع وبيختبر الفعل وبيختبر السكون وبيجبرك على الفعل اذا كنت ساكن وبيختبرك على السكون اذا كنت فاعل بشكل غلط واذا كنت فاعل بشكل صح يزود عليك المسئولية اكتر واكتر على عموم او يكافئك بقى لو انت كنت وصلت الى مستويات جيدة يتم مكافأتك على شغلك الكويس فانا كاتب عندك ان الكواكب ما تستأذن منك ولا يهمها رأيك الفيديو ده معمول عشان كواكب برج العزراء وكواكب برج الحوت حاليا الفيديو هينزل في اليوتيوب واحنا في موسم زحل في برج الحوت يعاكس ويضاد ويقف ضد كواكب العزراء كلها ويقترن مع كل كواكب الحوت فبالتالي هو مش بيسأل كواكب العزراء عن رأيها ولا عن فلسفتها ولا عن الصحة ولا عن الغلط ولا عمر زحل ده كان بيهتم بالصحة والغلط زحل ده بيهتم بالواقع بس حتى وان كان الواقع غلط وقوانين الواقع غلط حتى وان كانت قوانين الواقع ظالمة فهو يهتم بيها ويطبقها واللي يغلب هو اللي بيطبق القانون وهو اللي بيفرض القانون واحنا في غابة واللي يكسب وينتصر هو اللي بيحط القانون يحط بقى ان الحجاب حلال الحجاب حرام يحط ان الضريبة 10% 15% انه انه اللي تدخل الاتحاد الاوروبة لازم فيزا مش لازم فيزا هو اللي بيغلب وبيفوز هو اللي بيحطه قوانينه وزحل بيطبق القوانين اللي موجودة هو بقى قوانين متعصفة قوانين ظالمة الحياة عادلة الحياة ظالمة البنك بيديك فلوس فيه وظيف مفيش وظيف في عدل مفيش عدل هو ملوش دعوه هو زحل كزحل ملوش دعوه فيه زي نموس كوني وكده كده فيه عدلة كونية او عدلة الهية من عند الله دي زي الفطرة الله التي فطر الناس عليها مع الوقت المنحرفين او الانحراف بيرجع للوسط او بيرجع للانضباط بس ده مش معناه انه انت تقول ان احنا هستنى لحد ما الحياة رجعنا الى الوسط لا هو كده كده الناس بتمشي في انظمة وانظمة فاسدة فاشلة زي الاتحاد السوفيت كان نظام فاشل فاسد وتفكك والحاجات الفاسدة مع الزمن ما بتكملش وما بتستمرش وبالتالي زحل بيجي يهدمها لان هو عارف يعني هو زحل ده ملعون والدين يجيب لك الضلال ويطبق الضلال ويمشي في الضلال ويهدم الضلال ويرجعك تاني للصح وتحيد عن الصح وتنشئ نظام في الغلط ويكرس الغلط ويؤسس انظمة تحمل غلط من السقوط ويستمر في الغلط ومع ذلك يرجع تاني يتهد المبنى على اللي فيه وهكذا هي الحياة حرب ما بين الكفر والايمان وحرب ما بين الحق والباطل والظلم والعدل والخير والشر والنور والايمان والكفر والايمان فالحياة كده زي ما انت شايف صراعات فما فيش قانون واضح طول الوقت هو لشغال لذلك هتلاقي الظلم موجودين لهم يؤ اه ربا نحسبهم في الآخر وهتلاقي في حاجات غلط انت بتعملها وقد ما تستمرش ما فيش قانون واضح يقدر يقولك متى الظلم ينتهي متى الحق ييجي متى العدل ييجي فين الصح فين الغلط ما فيش حاجة واضحة لان كل واحد دنيا لوحده وكل واحد ليه خريطة لوحده وكل واحد ليه عبورات الكواكب الخاصة بيه وكل واحد هيتعاقب في اتجاه لوحده وحيانا بيكون فيه عقاب جماعي وحيانا بيكون فيه عقاب فردي وحيانا الظالم بيعاقب الكل وهو بلاءات في بلاءات وهي الحياة كلها ضربت لا فانت كانسان عشان تفهم ان زحل العجوز ده او زحل الكارما ده اللي بوه همه مربهوش زحل يربيه موليد برج العزراء أولالات التربية وأولالات الواقع دول هيتربوا سيتم تربية موليد برج العزراء عليها بدي زحل الحوت لازم يتربوا برج العزراء ده برج سافر والي الأدب وصخ برج ما هو انا معرفش اللي الصوت عالي كده انا معرفش انا مش هعرف ليه الصوت عالي من ان احنا قفلين الشباك برج العزراء ده برج مش متربي ومحتاج اللي يتربى من الأول وجديد ومحتاج يبطل فلسفة ازي وزي برج الحوت كده برج مش متربي برضه ومحتاج يتربى من الأول وجديد ويعرف الحق والواقع ويعرف ما يخدم وما يفيد انا مش هقدر على برج العزراء انا كمحمد انا الوحدي مش هقدر احنا كلنا كبشر بنكره برج العزراء احنا مش هنقدر نربى البرج الوسخ ده لانه ده برج سافل محتاج لربيه وبرج الحود برضو البرج الضل ابن الضل ده مش هنقدر نربه ده برج ملعون صلايب محتاج واحد كده زي زحل يجلب النحوسات اليهم ويأتي بالامراض ويأتي بالمشاكل ويأتي بابتلاءات الواقع وامتحانات الواقع حتى يصحح مصارهم في الاتجاه الغلط هم مو داريين ان هم في الاتجاه الغلط او داريين ومو عارفين كيف يطلع ومو لقين المخرج ومو عارفين البديل للغلط فين الصح هو ما هو مدرك فين الغلط ولا عارف كيف يطلع منه واذا طلع منه وين بيروح ما يدري مشتب ضايع تائه ضل بعد ده كله بقى لازم يتحط الموقف الصح انه يتزبط صح ويطلع بقى من المرل في الكصة دي كلها لازم يطلع من القصة دي كلها طيب مين اللي هيطلعك بقى من المستنقعة اللي انت فيه ومين اللي هيحطك في ابتلاء وفي اختبار وفي امتحان عشان يشدك من الجحيم الذي غرست فيه بقدميك والذي انت ثابت فيه وواقف فيه ومحلك سر ولم تتغير من سنوات ولم تحرز تقدما كبيرا ملحوظا أو يعني لم ترقى الى المكان الصح لانك لسه متعلق في نفس الحاجات الغلط بنفس الصفات الغلط بنفس السلوكيات الغلط بنفس كل شيء غلط في غلط وانت دلوقتي مش مدرك النزوحة اللي لازم يقدبك ويربيك او لازم يشايلك المسئوليات الضرورية ولازم الحياة تجيب لك الحاجات الصح القصة انك تفهم بقى افهم انت مين ورايح فين وفين الصح وفين الغلط وايه اللي ليك وايه اللي عليك مين اللي هيفاهمك الكلام ده احداث الحياة الحياة هتديك بالقلم على وشك عشان تصحى وتفوق الحياة هتمسك الكدهو تديك على افاك عشان تفوق عشان تبطل بقى الهابة القلعبة اللي انت بتعمله ده ياخي مولد العزراء ما يتوبوا الى الله مولد العزراء فيهم ملعنة ان هم كيف يتكيفوا مع الضلال ومع الباطل يعني هو ما يأتيه الباطل ويتوب الى الله لا 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 يتكيف مع الباطل ويتكيف مع الظلم ويتكيف مع الفساد ويصبح من اباطرة الفساد ومن اباطرة الظلم ومن اباطرة الغلط ومن اباطرة المشي البطال ومن اباطرة الضلال البعيد والضلال المبين ومن 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 انت كده احنا كيف نصحيك احنا كيف نخرجك وانت كل مرة تغوص بكلتا قدميك في مستنقع الوحل والفساد ومستنقع الضمار ومستنقع الخراب ومستنقع التوهان ومستنقع البلاء البعيد والضلال البعيد اللي انت فيه احنا كيف نطلعك من السلوكيات الخطأ ومن التصرفات الخطأ ومن الافعال الخطأ احنا كيف نخلي شخصيتك تندج وتكبر وتعقل وتتوعى وتفهم وتعرف اللي ليه كل اللي عليك يا رجل انت غلطت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة واغلطك متكرر لها سنين السنين انت قديلك عشر سنين بتكرر نفسي دين ام الغلط هو وهو نفس الغلط هو وهو بتكرر يا رجل انت ابن ادم انت نفس الغلط هو 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 نفس الغلط كوبي بيست كوبي بيست ناس خلاصك ناس خلاصك دا لو حمار كان طلع من الدايرة دي دا لو بهيم كان فيه متعلم يا رجل انت لم تتوقف لم تحاسب نفسك لم تعترض على نفسك لم تنقلب على نفسك الانقلاب على النفس دا شيء مهم انك تثور على ذاتك شيء مهم انك تنقلب على نفسك شخصيا أن أنت نفسك في نفس ذات نفسك تعترض على ما تقوم به من أفعال أنت نفسك تعترض على عادتك ويومياتك وتعترض على اللايف ستايل والحياة اليومية بتاعتك بالله حياتك دي حياة أنا راضي زمتك حياة هل حياتك دي حياة لازم نغير فيها نغير ونضيف ونبدل ونعدل كل فترة وكل مرحلة لها حيثياتها كل فترة ما ينفعش تفضل طفل بتلبس نفس الحفظات وبترضع نفس الحليب كانت فترة الطفولة وانتهت فترة المراهقة وانتهت فترة الشباب ولها حيثياتها فترة التكهل والعجز والتقاعد ولها حيثياتها فترة أنك توصل إلى أرض للعمر ولها حيثياتها ما ينفعش ما ينفعش عندك المراهقة متأخرة عندك مراهقة متأخرة عمل زي موليد قمر الحمل اللي بيعيشه مراهقة متأخرة ويعيش مراهق ويموت مراهق حتى لو عمره سبعين سنة حتى لو عمره تسعين سنة حتى لو عمره مئة سنة يردد نفس الكلام التافه بتاع العيان الصغيرة اللي بتلعب في الشارع ونفس الهبل ونفس العبط ونفس السلوكيات الخطأ ونفس التصرفات الخطأ ونفس ردود الفعل الخطأ ونفسه ونفسه هو هو سبحان الله يعني ما يتغير ابن الكلب ده ما يتوب إلى الله يعني ما يتوب ما يتبدل ما يتعدل ما يقول خلاص توبت ما يقول خلاص أنا وقفت خلاص اتغيرت خلاص اتعدلت خلاص سبت الموضوع ده خلاص دخلت في مرحلة جديدة يعني نضاقت أكتر فيهمة الدنيا أكتر ما تقول كده طب هتفضل طول عمرك من الضالين أمين طب إيش اللي يصحيك إيش اللي ينقذك إيش اللي يفهمك إيش اللي يخليك تندق إيش اللي يخليك يجبرك على النضق الإجبار على النضق أنت يتم إجبارك على التغيير يتم إجبارك على أن تتعدل إحنا ما إحنا جنالك هوبا إحنا جنالك بالأدب ما نفعش معك الأدب جنالك بالزوء وبالنصح وبالطيب ما نفعش معك لازم تندق دج الكلاب يعني لازم نمسكك نمسح في أهلك الأرض مسحا مبينا عشان تتعدل يعني لازم هو لازم يعني ما تجيش كده بالطيب وتيجي كده بهدوء وتيجي كده بالزوء لازم بالعافة يعني لازم بإن إحنا نجرجرك في الأرض ونمسح فيك الأرض ونمسح فيك السراميك والبلاستيك وكل حاجة لازم يعني لازم إخي تعالى دغري خليك واضح الفعل ده غلط خلاص لا تقوم به الفعل ده جلب عليك المصايب والخراب والدمار والخسائر والبلاء خلاص بطلوا الشئ ده فشلت فيه بطلوا الاسلوب ده ما نفع بطلوا الطريقة دي لا تؤتي أكلها خلاص بطلوا ايه أم ليش يعني هتفضل مستمر في اللي انت فيه قادي زوحل يمسكك يمسك بقى كوكب الحب كوكب العاطفة كوكب الجنس كأي كوكب من الكوكب بالجزمة القديمة بالجزمة زوحل في الحوت بالجزمة الكوكب ما تستأذنك الكوكب ما تستأذنك زوحل ما يستأذنك زوحل لازم يجيب لك المشكلة عشان تطلع من اللي انت فيه قصة انك تظل كما انت عليه أعيش كما أنا وأموت كما أنا ولا أتغير ولا أتبدل ولا أتحول والناس من حول يتغيرون ويتبدلون ويتطورون وينجحون ويفشلون ويحاولون ويتعلمون ويقومون ويموتون ويحيون ويزيدون وينقصون وانا زي مناه محلك سير هي لعنة فرعنة هي هي ملعنة هي هي ايه صوبة خنازير مستنقع الوحل الذي تلعب فيه الخنازير لعبة هي دين عبحنا طب الدنيا بتتغير هو رب نخلق الدنيا بتتغير الثابت الوحيد أن الحياة تتغير التغيرات هي الثابت الوحيد دوام الحال من المحال وكل فترة لك رسالة كل فترة لك شغلانة كل فترة لك توجه كل فترة لك تطور هو مونفاق ولكنه تطور تطور الطبيعي أو أنه أنت يعني بتصير أحسن من القبل قصة أنك تنتكس ويعني وما أنه عمره ننكسه في الخلق قصة أنك تنتكس انتكاس واضح وتتعس وتخيب وكل الناس تكبر وتعقل وأنت تكبر وتخيب وتكبر وتتهبل في دماغك وتكبر وعقلك يخف وتكبر ومخك يخف ده مش نصاح ده مش زكاء ولا حاجة فين الزكاء في الموضوع أين الزكاء في الموضوع فين الزكاء فين الانضباط فين الفكر فين المعنى فين الحكمة فين ما في شي لاحظ كده الموضوع لعبة أطفال كل فهو رحلتك مع زحل ورحلتك مع النحوسات ورحلتك مع المشاكل ورحلتك مع الإجبار ومع الضغط إنه هتندق هتندق لو يعني عاجلا أو آجلا هتندق عاجلا أو آجلا يعني هتطلع لأعلى ستصعد لأعلى ستجبر إنك تتغير أو هتتفرم في المفرمة أو هتداس تحت الرجلية يتمشي لأدام يتداس تحت الرجلية كده على طب هي الموضوع ماشي كده هي القصة ماشي كده هي الحياة ماشي كده أما بقى والله أنا هفضل قاعد محلك سر طيب والله يعني بقوا كيف بتتغير بقى طول ما أنت قاعد محلك سر طيب أنت كيف بتتغير طول ما أنت قاعد محلك سر طيب كيف بتتطور طيب كيف بتتغير طيب النهاردة زي بكرة زي بعده زي كل يوم زي كل يوم ما فيش جديد ما فيش تغيير ما فيش تطور ما فيش تحضر نفس الفكر الراجعي هو نفس الفكر الراجعي نفس طريقة التفكير الراجعية هي نفس طريقة التفكير الراجعية نفس التخلف نفس الهبل نفس العبط لا 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 انت لازم تتقدب انت زحل مقصر في تربيتكم والله يعني زحل يقصر في تربيت الاشكال الضل وكلاب السكت زحل مقصر في تربيتكم ولازم يربيكم انت يلزمكم تربيه انتو متربطوش ابوكم اممكم اربوكم يا مواليد زحل الحوت ومواليد بتاع ده الحوت ومواليد العزراء مش متربيه انتو لازم تتربوا من الاول وجديد طيب وشكرا هذا والله اعلم وانتظروا انتظروا كلام جديد وشكرا